السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله غلي نشارك معكم واحد الحلوة بسيطة الشيشة بدون بيض كتوجد دفعة واحدة بدون طابع كما كتشوفوا معي الشكل ديلا كتجي رائع وكتجي شيشة بزف انا غدي نوريكم الشكل ديلا والقوام ديلا من دخل بواحد الماداق رائع بزف كنتمنى فعلا تعجبكم الوصفات طبقوها تبرطجيوا مع الاصدقاء اول احباب ديلكم شوفوا معي كيفش كتجي من دخل كتجي مرملة كما قلت لكم بسيطة ولكن صراحة كتجي رائعة بزف كنتمنى الفيديو اعجبكم تبرطجيوا مع الاصدقاء اول احباب ديلكم دوزو دبل المقادير وطريقة تحضير بسم الله لبركة الله غدي نحتجو في المقادير مياه وخمسة وعشرين جرام ديال الزبدة مايو عديل نص ربعي يعني ديك العلبة اللي غدي تشريو مثلا ديال الزبدة اللي كتكون فيها ميتين وخمسين جرام غدي تعملوا النصف دياله مايو عديل مية وخمسة وعشرين جرام نصف ديال السكر مايو عديل ثمانين جرام وغد نحتاجو ثلاثة ديال حبات من اللافاش كيري او الفرماج المثلت بالنسبة للزبدة اللي دائما كانت تقسون عليها ودائما كان نجاوب عليها هذه الزبدة ديال العبار ولكن مشي الزبدة ديال سبيسيال مشي الزبدة النوع ممتاز هادي تقريبا فحز زبدة ديال العلب الاسم دياله راقية كتبع بالعبار وموجودة بزاف عند المحلت هنا غدي نستعملو كذلك واحد العلبة ديال فلان او كريم كراميل بلنك هادي الكراميل كتقى اختيارية ولكن كتضيفها واحد لإضافة مزيونة بزاف غدي نخدم الزبدة مع اللافاش كيري مع السكر مع الفلان ديال الكراميل غدي نخدموه مزيان حتى غديدو بالسكر كمشتوا معايا المقادر بسيطة وهاد الحلواء ما كانحتاجوش فيها ببيطات او البيض صافي كما كتشوفوا معايا بعد ما ختمت الزبدة زيان مع السكر غدي نضيفو نصف كس ديال الزيت دائما نفس الكس كنعبرو به جميع المكونات وخام يكون شي عندكم الكس ديال العنبه ولكن غدي يكون عندكم واحد الكس تقريبا قد الكس ديال العنبه غدي تعبرو به جميع المكونات يعني السكر الزيت وكذلك الضقيق كما كتشوفو كذلك نخدم مزيان مزيان حتى كترجع لشكل كريمة وغدي نضيفو الكس اللوول ديال الدقيق الأبيض اللي هو الفرز او الفارينة الدقيق الرطب الكس اللوول كيوزن 100 جرام الكس الثاني كذلك 100 جرام الكس الثالث ما غديش نضيفوه كامل غدي مقا نضيف منو شوية بشوية القاوم ديال الحلوة ستكون رطبة وكذلك ما غساش تكون كدل تسق في اليدين بالنسبة للخميرة غدي نضيفو رسم علقة صغيرة فقط يعني تقريبا 1 جرام يعني ما تضيفوش الخميرة بززا في غير رسم علقة فقط صافي ودائما كما كنعرفو الحلويات ما كيتعجنوشي بالنسبة للأخوات يعني اللي كيكونوا باقي مبتدئين الحلوة مجرد كنجمعوها بأطراف الأصابع صافي هنا يا ضيفت الكس الثالث ضيفتو كامل ودائما الكمية ديال الدقيق كتبقى حسب النوعية ديال الدقيق كين الدقيق اللي كيتشرب كين الدقيق اللي ما كيتشرب شي يعني دائما كما كنقول لكم وكنعود نأكد عليكم كتعبرو الكمية ديال الطحين كتخليوها قدامكم وكتقوضفو شوية بشوية أنا غنبريكم القاوم ديال الحلوة شوفوا معايا كتجي رطبة كتجي رائعة بالسف هنا يا غادي نشكلو من نحر بلات كيوجدو دفعة واحدة فهدل أثناء هدي الفرن شعلته على 180 دراجة والحلوة دائما ما كتكون شيلة العافية مجهدة النار متوسطة مش علامة الفوق او من الأسفل في الأول يعني من بعد أنا غادي نقول لكم الطريقة ديال الطيب في الأول كتعملوه يسخل و11 بقايا يعني لابد ما كتوجدو الطوا ديالكم وكما قدت لكم يعني كيوجدو فآخر ساعة هنا غادي يجيبو الموس أو السكين وكتقطعو العبر اللي بغيتو من بعد كتتعبرو به وكتكملو الكيمية اللي عندكم كاملة بنفس القياس صافي كيما كتشوفو قطعت القطع الأولى ومن بعد بهذاك القطع الأولى كبقى نعبر القطع أخرى كيما كتشوفو معايا را طريقة ساهلة وضغية كيما قدت لكم ضغية كتوجد يعني في آخر ساعة ممكن أنكم توجدوها سواء الأيام اليومية سواء المناسبة سواء الأعياد يعني هاد الحلوة هادي صراحة كتجيرائي أو الحلوة ديالة فاشكيري كتجيلدي ده بزف كيما كتشوفو معايا غادي نكمل بنفس الطريقة صافي ديالطريقة يعني ما كيش شي طريقة واحدة أخرى انتوما بغيتوا مثلا تشكلوها كويرات كيبقى لكم الاختيار كيني بزاف ديالطرق ديالة تزيين ولكن أنا كيما شتوا معايا عملت واحد طريقة اللي هي ساهلة ومتواجدة في كل بيت صافي غادي نستفن في الطوا ونكمل كيميا اللي عندي كاملة بعد ما غادي نسالي غادي ندخلى الفران كيما قلت لكم سخن من قبل على عفية متوسطة ولكن بعد ما غادي ندخلى غادي نطفي النار من الفوق غادي نخلي النار غايم الأسفل فقط والطوا في الوسط حتى كتجوز واحد عشر دقايق كتكون طابت من الأسفل من بعد كنشعلو عليها من الفوق واحد خمسة دقايق أخرى ما كديش الوقت بزاف والطيب باش ما تقصح شي معاكم ويجيكم قصحة بالخصوص هذه الحلوة هذه لأنك جيه شيشة إلا خليطوها بزاف الفران غادي تقصح لكم صافي كما كتشوفوا قدي نكمل بنص طريقة وكيميا قد تكون الوقت ما بين 15-18 دقيقة يعني هذا هو الوقت وهي ما كتتحمر شي بزاف يعني كجي شوية ما شي محامرة وبالنسبة كذلك الفران دي للغاز حتى هو كنشعلوه من قبل 11 دقايق أولو 5 دقايق وكان وجدو الطوا كانعملو الطوا من الفوق النار طبعا غايم الأسفل ما كانعملوشي النار من الفوق حتى كتدوس كما قد تكون 11 دقايق كتشوفوها بلد كتتتحمر من الجوانب كتتحبطوها الأسفل شوفوا معاي هنا يا ما كتجي شي محامرة بزاف صافي أمي كتتحبطوها الأسفل بالنسبة لفران دي للغاز يعني ردوا البل معها ضغية ضغية كتتتحمر يعني حاولوا تردوا المل بعها صافي والتزين أنا زين تف سكر غلاسي في النتف سكر غلاسي ممكن أنكم تغطسوها في الشوكولة تزينوها باش ما بغيتو لكم الإختيار سواء شوكول الأبيض سواء شوكول الأسود ولكن أنا كتفيت بالسكر غلاسي أو السكر بودرة كما كتشوفوا معاي يعني شي حاجة اللي هي بسيطة ضغية كتوجد اقتصادية في نفس الوقت هنا غدي نكون وصلنا أخي الفيديو غدي نوريكم لها شاشة ديالة مع أنني وريت لكم في الأول غدي نعاود نوريها لكم وكتجي مقرمشة من داخل يعني شي حاجة اللي صراحة رائعة غدي تعجبكم وغدي تعجب حتى ولداتكم شوفوا معاي من داخل كيفاش كتجي مرملة وكتجي هي الشيشة حتى المدق كتجي رائعة بزاف كيما قد لكم الحلوة دي الله غشكيري كتجي رائعة هنا غدي نكون وصلنا أخي الفيديو وغدي نخليكم مع بعض الوصفات اللي عندي في القناة نزلتم مؤخرا غدي تجبرهم غيف آوائي القناة كيم الزرد الأخوات اللي كيقولوني ما كنجبرش الفيديوات كاملين كتكليكي وعلى اللوغو ديال القناة من بعد كتكليكي وعلى فيديو وكي تطلع لكم جميع الفيديوات اللي عندي في القناة إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة